بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي مع مراجعة نهائية بإذن الله تعالى آخر حصة إن شاء الله في الترمي الأول هنحاول بإذن الله أن نجمع جميع أجزاء المنهج مش بالتفصيل لكن على قد ما نقدر بسرعة وبإذن الله في النهاية هنراجع على التعبير الوظيفي سؤال الكثير مننا بيهمله لكن سؤال فيه غاية الأهمية بيكون عليه على الأقل أربع أو خمس درجات فيه الامتحان بإذن الله بإذن الله هنقوله كله إن شاء الله فيه بس بعض الأسئلة اللي موجودة فيه إشياءات نرد عليها سريعا روان بتقول سلمت على المتفوقة هند عرب كلمة هند بكل أوجه ممكن معللا هند هنا هتبقى روان هتبقى بدل تمام ونعتبرها هنا لأن هند هو جايب ما بين حكتين اتنين السؤال يا شباب عشان يبقى كله معنا كده سلمت على المتفوقة هند فهند هنا عالم ثلاثي عالم ثلاثي ساكن الوسط زي مصر وهند ورعد ودعد عالم ثلاثي ساكن الوسط يجوز صرفه ويجوز منعه من الصرف فهند هنا هتعرب بدل بدل مجرور بالكسرة وممكن بدل مجرور بالفتح تمام؟ ده جميع الأوجه الممكنة روان بتقول أقامة جماعة بجزيرة طابة هواءها معنى كلمة أقامة في الفقرة أظهر أم نادة أم ثابتة أم أنشأة يمكن أنشأة أقرب الإجابات يعني بقى أصح نها بقى أو مكتة بس ما أنا بتقول ماذا تعرف عن الصفقة الرابحة التي عقدها نجم الدين مع الجواد نائب دمشق طبعا الصفقة الرابحة اللي قال عليها أبو بكر قماش قال صفقة رابحة يا مولاي طبعا كان يقصد بي الصفقة الرابحة هي مبادلة حصن كيفة وسنجار بقلعة دمشق أن نجم الدين يأخذ دمشق ونجم الدين يأخذ كيفة وسنجار تمام طيب نبدأ على بركة الله تعالى واللي عنده أي سؤال برضو يجاوب ويعني هبص على الإجابات بتاعتكم وإحنا شغالين كده عاوز كله يبقى صح صح وكله يبقى شغال كويس نبدأ بي أكنا في المتحام بالضبط زبط الورقة بتاعتك اكتب رقم السؤال مظبوط يعني زي ما قدامك دلوقتي كده اكتب أولا لقراءة رقم واحد ألف رقم به واحد واثنين وتكتب الإجابات على طول وقت العربي بيبقى ساعتين ونص ساعتين ونص دول شيل منهم على الأقل لنص ساعة للتعبير وتلت ساعة للإملة والخط ونص ساعة كمان للنحو أو ممكن أكتر من كده ممكن للنحو يجي أخوه ياخد وقت أكبر من كده في التفكير فما تعتقدش أن الوقت بتاع العربي كبير للدرجات دي لازم تركز ولازم تكون إجابتك محددة وتكون منظم إجابتك على قد ما تقدر وقوعة تهمل حتة المراجعة لوعة تهمل حتة المراجعة المراجعة أهم من الحل طيب سريعا كيف عاد السلطان نجم الدين الأموال الموهوبة إلى خزانة الدولة طبعا استطاع نجم الدين أن يرد الأموال التي نهبها الأمراء الذين كانت تمتلئ بهم القلعة والصمار كل ليلة عن طريق أنه قبض عليهم أمره بإصدار أمري لمعين الدين ابن الشيخ الشيوخ بالقاء القبض عليهم ومصادرة أموالهم ده علامة صحة أو علامة غلط استمر نجم الدين وشجر الضر في سجنهما عند الأمير داود سنة كاملة الإجابة طبعا خطأ استمر سبعة أشهر فقط تحت رحمة الحراس الغلاز الأشبداء لا يوسيه ولا يخفف عنه سوى شجر الضر وشجر الضر بجانبه لا تفارقها اتسامتها وثقتها بنفسها احنا مش عايز بس إن أنا أقول صح وغلط كده أنا عايز بس أوضح لكم الإجابة منها يبقى منحل الامتحان ومنه يبقى بنراجع سريعا الشعب المصري لا يستكين لغاصب ولا يخضع لمعتدي الشعب المصري طبعا الإجابة صحيحة وده من صفات الشعب المصري على مر التاريخ وممكن نستغل الكلام ده في إن احنا نكتب نكتب الكلام ده في التعبير في موضوع التعبير موضوع التعبير لما يجي لك التعبير الإبداعي نظم أفكارك اكتب موضوع التعبير بكل اللي انت خدته حاول إن انت تجمع كل حاجة انت خدتها واستفدت منها في كتابة الموضوع اربط بقى التاريخ والجغرافيا والعلوم والساينس وكله هات كله قطع الكمبريهنش ان انت خدتها في الإنجليش ممكن تستغلها وتتكر منها حاجات وتكتبها عندك في موضوع التعبير تمام السؤال الثاني تفكر فيه سريعا كده يلا شباب وفي سبيل الوصول الى هذا الهدف قام بعض العلماء في مركز جونسون الفضائي منذ سنوات بوضع أحد خبراء الكيمياء في حجرة محكمة مربعة الشكل تخير الإجابة الصحيحة جمع سبيل تمام سبل سوابل مفرضها سابلة وسيول مفرضها سيل وسابلات دي سابلة ما المقصود به الهدف في الفقرة السابقة وهل تحققها؟ وضع يبقى انا عندي هنا الإجابة السؤال رقم به فيه ثلاث أسئلة السؤال رقم به فيه ثلاث أسئلة تمام أول سؤال وهو ما المقصود بالهدف؟ الهدف طبعا استنبات زراعات داخل مركبات الفضاء للاستفادة من الثروات المعدنية الهائلة الموجودة في الفضاء وهل تحققها؟ نعم وضح عندما قاموا بوضع أحد خبراء الكيمياء في حجرة محكمة الغلق للاستفادة لتبادل الأكسوجين وساني أكسود الكربون مع النبات متى بدأت المحاولات غزو الفضاء؟ آه ده حتة دية جاهزة داية الدرس خالص منذ حوالي نصف قرن تقريبا كان الإنسان لا يعرف الكثير عن الفضاء ولكن الآن لم يعد التفكير منصبا في مجرد الوصول إلى الفضاء ولكن الاستفادة من الثروات المعدنية الهائلة الموجودة في الفضاء سؤال بعد كده متى بدأت محاولات غزو الفضاء؟ علل محاولة استخدام الهندسة الوراثية في الزراعة الهندسة الوراثية استخدامها في الزراعة عايز حد شاطر كده يقول لي الهندسة الوراثية دورها ايه في الموضوع؟ لها ثلاث حاجات هتعملها في أوقات ثلاث أدوار هي مسؤولة عنهم دور الهندسة الوراثية في الموضوع ايه في زراعة الفضاء؟ ايه سؤال كده بيقول من دعاء ما الفرق بين مررته على متحل السؤال بس مررته بأروع بساتين ومررته ببساتين أروع بالنسبة لكلمة أروع اكتب السؤال ده كده عندك يا شباب مررته بأروع بساتين ومررته ببساتين أروع بالنسبة لكلمة أروع ايه الإجابة؟ اعرابها ايه؟ نشوف يا دعاء مررته ده فعل بأروع اسم مجرور وخافه قوي السناد من الاسم المجرور ده قوع يكون فكرة أنه جايب لك البحر فجر وأروع اسم مجرور بالكسرة ده ما احنا فاكرين لا الممنوع من الصرف وكلمة أروع على وزن أفعل صفة ممنوعة من الصرف يبقى كلمة أروع بساتين يبقى جاءت هنا معرفة بأروع بساتين يبقى مجرور بالكسرة عشان جاء بعدها مضافة ليه لكن مررته ببساتين أروع أروع هنا جاءت نعة لكلمة بساتين بأوصف البساتين بأنها أروع وما فيش بعدها حاجة وما فيش فيها ألف ولام ولا فيها الضمير يبقى جاءت نكرة يبقى تجرب الفتح تمام يا دعاء دعاء أنت جوابت السؤال رقم اثنين أنا بسألك السؤال الرقم واحد أيوة تريد أنت بتقول باستخدام الأنواع المختلفة من النباتات وتطويل عمرها تمام بس تطويل تا طا تمام تا طا تطويل مش تمام اطالة عمر النبات ومقاومة للأمراض المنتشرة في الفضاء تمام يدعاء اطالة المدة التي تقطعها في الفضاء حفظ النباتات من الأمراض تمام أي خطأ مهما كان بسيطا سوف يتسبب فيه عواقب بخيمة تمام هدف زيادة كمية المواد المواد النتجة عن التعبير ما بسمعنا تقصد المواد النتجة عن النباتات من النباتات تمام يبقى نلخص كده دور الهندسة الوراسية الهندسة الوراسية دور أول حاجة اطالة فترة عمر النبات ثاني حاجة زيادة انتاجية النبات من الأكسوجين ومن الطعام ثالث حاجة ثالث حاجة وهي جعل النبات أكثر قدرة على مقاومة الأمراض والآفات الموجودة في الفضاء ومقاومة طبعا الظروف المناخية الصعبة الموجودة في الفضاء برابو أعلن وجوب الدقة عند إجراء التجارب العلمية وجوب الدقة عند إجراء التجارب العلمية لأن مقوع أي خطأ سيؤدي إلى عواقب وخيمة تمام طيب النصوص من نص رحمة ومحبة واخدوا بالكم من النص ده عشان لو جاه بيجي إجباري لو جاه في الامتحان بيجي إجباري طيب هو أنا يا مستر لو جالي اختياري أعمل إيه لو جالك اختياري ما تبصش للسؤال الاختياري ما لكش دعوة بي اللي بعد ما تخلص امتحان ما تعملش فيتك قوي وتقوم جاي حالي لللي امتحان كله وتقول أنا ما سبتش ولا سؤال طيب مفروض أن أنت بتحل الأسئلة الإجباري الأول ولو جاي سؤال اختياري بتختار السؤال اللي بتحله تمام وبعد كده العيشة احنا بنقول الأسئلة اللي بتجي إجباري في عندك التلات دروس الآية بتاعة عباد الرحمن والنص بتاع فضل العلم الحديث ورحمة ومحبة دول التلاتة اللي بيجوا إجباري في الامتحان تمام لو جاب إجباري هيبقى دول التلاتة اللي يجوا إجباري لكن اختياري بقيته النصوص إن شاء الله فنركز قوي على اللي بيجي إجباري ده لأنه يعني إيه بيكون ما بيحتملش الغلط ممكن أن سؤالين اختياره ومش كل المحافظات بتجيب اختياري في ساعات بيجي الورقة كلها إجباري من معادي بس هو سؤال التعبير بس ولا بيكون اختياري موضوعين تعبير وتختار منهم محد هات مراضي في أدخل لا الناس حاليتها ولا لسه أفضل وأحسن تمام برافو ومضاد مدافعة مدافعة يعني مقاومة عكساس تسلام مفرد الرزائل الرزيلة مدافعة روان كبالي مؤذرة تمام برافو مؤذرة تشجيع ممتازة يا روان ما شاء الله عليك ما أدخل شيء في باب الطقوة أدخل شيء وأفضل شيء في باب الطقوة نبص على الكطع اللي جاية تأذيب العقل تكمل النفس أعدادة بالتعليم والتربية إلى معرفة النافع ومدافعة الرزائل ومقاومة الشهوات بأداء باب الطقوة لابدنا أيضا من كل هذا أو مع كل هذا من حسن المعاملة واللطف في المعاشرة وأتفكر أن أنت لما تنقل من الورقة وتكتبها يبقى أنت كده غلط أو كده مش صح لا بالعكس ده هو ده الصح التمام أنك تنقل من القطعة الإجابة السؤال رقم به غالما بيكون إجابته في القطعة كيف أتحقق تأذيب العقل وتكميل النفس بالتربية والتعليم تأذيب العقل وتكميل النفس بالتربية والتعليم لأن التربية والتعليم هي اللي بتعرفنا النافع وبسعيدنا على مقاومة المدافعة الرزائل ومقاومة الشهوات من نص الكتاب أنا من بدل بالكذب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة صاحب إن عبته أو لم تعب ليس بالواجد للصاحب عابا كلما أخلقته جددني وكساني من حلاء الفضل ثيابا معنى الفضل ومضاد وافيا معنى الفضل ومضاد وافيا معنى الفضل أنا طبعا الإجابات كثيرة جدا النهاردة فأنا يعني إيه مش قادر إن أنا أقول كل الأسماء وكساني من حلاء الفضل ثيابا معنى كلمة الفضل الإحسان تمام مضاد وافيا غادرا تمام غادرا طيب اذكر بعض صفات الكتاب التي عددها الشاعر كما فهمت من الأبيات بعض الصفات التي عددها الشاعر نبص كده نمسك الأبيات بيت بيت طبعا الأسئلة كلها بتبقى جاية على الأبيات اللي جاية تمام أول حاجة صفة الوفاء لم أجد لي وافيا إلا الكتاب أخذ بالك ده أسلوب قصر أسلوب قصر في التحصص والتوقيد مؤكد بالنفي والإساسناء لم وإلا سواء ذكرت ما فيه من عيد أو لم تذكر ما فيه من عيد لا يبحث ويفتش لك عن عيد رقم جيم لم أجد لي وافيا إلا الكتابة الجمال في قوله لم أجد لي وافيا إلا الكتابة ده طبعا أسلوب قصر يفيد التخصيص والتوقيد تم مؤكد بالنفي والإستثناء تمام يا روان إجابتك ممتازة وده لي عاطف ممتازة ومريم ودعاء تماما ترينتي محمد علاء ممتازة بس محمد علاء يعني عايزين نبقى نطول للإجابة شوية لأنه المقصود بالسؤال رقم به هنا الشرح هو عاوزك تشرح الأبيان تمام فمش هنكتب كلمة بس أو كلمتين حاول إلا أنت تطول شوية في الشرح بإذن الله تمام النحو يا شباب مصر أنتم بنات هذا الوطن العظيم فبزلوا أرواحكم حبا في تقدمه وضحوا من أجله فالتضحية نعم العمل وتمسكوا بفضائل كريمة لتعيشوا على أرضه سعداء أخرج من الفكرة السابقة منادى وأعربه السؤال رقم ألف الإعراب الأول يلا شباب ضحوا من أجله لتعيشوا على أرضه سعداء تمام ضحوا فعل أمر مبني ضحوا من أجله فعل أمر مبني طب أعرفه إزاي أنا متعود على طول يا مستر محمد أن فعل الأمر بقول فعل أمر مبني على السكون لا بيكون مبني على السكون لما يكون مش متصل بيه حاجة تمام السؤال اللي فات لا يا روان ما قدرتش أزعل منك السؤال بتقول لم أجد لي وفيا إلا الكتاب شوفوا روان كتبت إيه اسلوب توكيد بالنفي والاستثناء تمام وفيا نكر للتعظيم والكتاب معرفة للتعظيم تعبير جميلة دولة على شدة حب الكات الشاعر للكتاب وتصوير للكتاب بإنسان مخلص وأنا كنت علقت المرة اللي فاتت في الحصة اللي فاتت وقلت ما تستخسرش الكتابة في الامتحان ما تكسلش تكتب في الامتحان انت بقى في الترمي الأولين ده ومن شهر تسعة لحد شهر اثنين علشان الساعتين اللي انت هتخش تقودهم في الامتحان دول فما تكسلش وكتب كل حاجة وزود كمان تمام تمام ضحوا فعل أمر مبني على الفعل الأمر احفظها كده فعل اكتبه عندك ورقة فعل أمر يبنى على ما يجزم به المضارع يعني هيا مستر مش فاهم يعني حول ضحوا ده لفعل مضارع تبقى يضحوا يضحوا ده لو فعل مضارع المجزوم يبقى مجزوم بايه ده هيبقى مجزوم بالسكون طيب تمام يبقى فعل أمر مبني على السكون طب لو حولتوا ده حسف العل حسف النون قاسف هيبقى فعل أمر مبني على حسف النون تمام طب لو ضحى تمام هيبقى فعل مثلا أو كان آخره حرف علم هيبقى فاعلة أمر يبقى ضح هيبقى فاعلة أمر مبني على حسف ها حرف العلم الياء أو امشي حسف الياء حسف حرف العلم طيب لو مش متصل بيه حاجة بيكون فاعلة مدرع ما بيجزون بالسكون يبقى فاعلة أمر مبني على السكون تمام طيب سعداء لتعيشوا سعداء كيف تعيشوا سعداء يبقى سعداء دي حال حال منصوب بالفتحة حال منصوب بالفتحة تمام طيب عايزين استخراج منادة وأعربه يا شباب مصر الشباب بتوع ايه بتاع مصر المضاف اليه بس أن عنه بتاع ايه مضاف اليه بتاع ايه تمام مضاف اليه بتاع ايه يبقى يا شباب مصر بدلا وأعربه أنتم بنات هذا الوطن هذا الوطن بشاور عليه واخد بالك قوي من حتة بشاور عليه لأن في محافظات امتحنت وجاء لهم مثلا العلم العلم وسيلة تقدم الشعوب والعالم كله يدرك هذا العلم أساس مش عارف كذا تمام يبقى مش هذا العلم مش قصد نوع بيشتشاور على العلم لكن يدرك هذا هذا مفعول به وبدأت بعدها جملة جديدة تمام لكن نما أقول بنات هذا الوطن أنتم بدان بتاع الوطن ده هذا الوطن تمام طعيب ونوع طبعا مطابق اللي هو بادر كل من كل ممنوع عن من الصرف مجرورا بالفتحة نيابة عن الكسرة وأنا تعملت أن نكتبها كده علشان تعرف يعني إيه نيابة عن الكسر اللي حسن تجيلك في الامتحان تتلغبط وتحس أن هي حاجة جديدة ما ستشوفتهاش قبل كده لا مجرور بالفتحة عادي خالص تمام اللي هو ممنوع من الصرف يكون مجرور ويكون نكرة ما فيش ألف ولم ولا فيه ضمير بعده ولا متأثر وجاي بعده مضاف إليه يبقى تمسكه بفضائل كلمة فضائل آه دي ممنوع من الصرف تمام عشان صيغة منتهى الجموع بعد الألف جاي في حرفين اتنين تمام أول طيب هل جاي بعده مضاف إليه لا هاي متصل بي آآ متصل بي لا هل في ألف ولم لا يبقى هو ناكرة يبقى ممنوع من الصرف مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة رقم جيم أجب بما هو مطلوب نعمة حاكم المسلمين الفاروق عمر نعمة حاكما عمر الفاروق اعرب كلمة الفاروق نعمة حاكما حاكم المسلمين الفاروق ده أسلوب متح تمام حاكم المسلمين ده الفاعل وجاي نوعه معرف بالإضافة يبقى المسلمين مضاف إليه نعمة حاكم المسلمين أنا بمضح من هنا أنا بمضح الفاروق يبقى الفاروق دي مبتدأ مؤخر وخبر المبتدأ محزوف تقدره هو ما رفعه بالضمة طيب نعمة حاكما عمر الفاروق آه والمفروض الفاروق عمر تبقى عمر بدل إذا تقدم البدل على المبدل منه يعرى بالبدل حسب موقعه في الجملة ويعرى بالمبدل منه نعم عيدها تانج وصف الجملة الأولى أنا لما قلت هنا لما قلت هنا في دي الفاروق عمر طبعا عمر عمر هنا بدل الفاروق هو عمر وعمر هو الفاروق يبقى دي بدل طب لو البدل لو البدل تقدم على المبدل منه لو البدل هو اللي جد أول زي هنا البدل أو اللي كان بدل يعرب حسب موقعه في الجملة وده يعرب نعت وده يعرب نعت يعرب صفة تماما شباب ياللهم ساعدنا لنتقدم صوب الخطأ الموجود بينفعش طبعا أجيب يا أداة النداء مع الله مع الضمير هم تمام أو مع الميم الميم المشددة بتأتي بدل يا يبقى إما أقول يا الله ساعدنا لنتقدم أو أشيل يا خالص وأقول اللهم ساعدنا لنتقدم ويبقى أسلوب أسلوب نداء وطبعا الله عالم الأعلام هو أحد يقول لي الله أنه من هذا مضاع أو الله نكره تمام نعمة نحن حدد العلاقة بينهما العلاقة بينهما البناء أم الإعراب نعمة ده فعل طبعا فعل المتح وده بيكون فعل ماضي فعل ماضي جامد مبني على الفتح ونحن ده ضمير مبني على الضم أو على الرفع يتعير بمبتدأ بعد كده اللي احنا خلصنا ده شباب امتحان تمام اللي احنا هنا ده الوقت ده امتحان أعتقد ما فيش فيه أي مشكلة في الناس كلها الحمد لله شاء كلها كده مذاكرة كويس وخلصت وبتراجع اللي جبات بتاعكم كلها ما شاء الله ممتازة بطول لنا في الشرح شوي عشان ممكن نطول أو نبين حاجات عايزين نأكد عليها تمام أفكرة يكون معنا حالا كهوت تمام أنا ببص على الإجابات بتاعكم وإن شاء الله كويس جدا آه نعم احنا قلنا دلي قلنا دلي عاطف لو قال حدد نوع المنادة فيه اللهم ده طبعا منادة علم الله منادة علم تمام طيب اللي امتحان اللي بعد كده أول الكراءة من كتاب طموحه جارية أجب ما تدفع وراء ارسال ورد المنا ونور الصباح رسالة إلى الصلاة إسماعيل طبعا أرسلوا رسالة إلى الصلاة إسماعيل ليحذروا من اتباع نجم الدين وأن هذا خطر علي ويقنعوا بالتوجه إلى دمشق لاحتلال دمشق دمشق أصبحت الآن بلا ملك وبلا جيش ويمكن أن تدخلها بسهولة أعلل رغبة نجم الدين في الانتقام من الفرنج طبعا أراد نجم الدين أن ينتقم من الفرنج لأنهم أسروا في موقع الدمياط وبقي عندهم أثيرا ستة أشهر في عهد الملك الكامل كان نجم الدين قائد الجيوش في هذه المعركة وتم أسره عندما احتل الفرنج دمياط ستة أشهر تخير الصواب توجد أن نجم الدين في برافو قلقة القرك في مدى سبعة أشهر طلبت شجر الدور من زوجها رفض الشروط ولا قبول ولا مساومة داود طبعا طلبت منهم موافقة على أي شرط أو أي عرض يطلبه نجم الدين يطلبه داود رقم ثلاثة كانت شجر الدور في محبسها غاضبة أم حزينة أم هادئة متفائلة طبعا كانت شجر الدور هادئة ومتفائلة يعني إلى أقصى إلى أقصى درجة من أول القصة لآخر القصة الموضوع سميرة موسى اقرأ ذهبت سميرة موسى إلى أمريكا لاستكمال أبحاثها طيب هي سفرت فين سميرة موسى سميرة موسى سفرت ثلاث مرات المرة الأولى للحصول على الدكتوراه في انجلترا بعد ما خلصت على طول الدراسة في جامعة القاهرة كلية العلوم وكانت الأولى في جامعة سنوات الدراسة خلت منحة للحصول على الدكتوراه في انجلترا وخلصتها في 17 شهر السفرية الثانية كانت لأمريكا وراحت علشان كانت بتأمل لتسخير علوم الزرة لخدمة البشرية ونتيجة الزيارة أنها وصلت إلى أبحاث أبهرت العالم كله بنتائج أبحاث وجات هنا عملت المؤتمر اللي هو الزرة من أجل السلام ودعت إليه جميع العلماء من جميع أنحاء البلد الكرة الأرضية السفرية الثالثة سفرت لأمريكا لاستكمال نتائج أبحاثها ولتعريف الشعب الأمريكي بقضية بلدها اللي هو قضية الاحتلال الإنجليزي لمصر ومعاينات الشعب المصري في فترة الاحتلال الإنجليزي تمام كده مفرد أبحاث في جملة مفيدة من إنشائك سمهات جمع قضية نفهم السؤال كويس هو كده مش طالب جمع قضية في جملة أبحاث مفردها بحث قدمت الطالبة بحثا متميزا الجملة بتاعتي تكون جملة تكون جملة محترمة تكون جملة مفيدة لو قلت هذا بحث جميلة ما فيش مشكلة بس ما تقولش هذا البحث مثلا يبقى كده فين الخبر يبقى كده لازم الجملة بتاعتك تكون صحيحة انت مش صغير طيب ثم هات جمع قضية قضايا جمع قضية طبعا قضايا دعت سميرة موسى الى عقد مؤتمر مؤتمر دولي بكلية العلوم علل بالزبط كده انتم كانت من إجابات رائعة هي طبعا في كلية العلوم خلصت دي كلها اللي كانت بتعتز بيها ولما اخترت مكان تعمل فيه المؤتمر بتاعها اختارت المكان اللي بتعتز بيه وبتحبه فجاءت سميرة موسى الى كلية العلوم بعد ما وصلت الى نتائج ابحاث لكنها لم تعرض نتائج الابحاث الا بعدما جاءت الى مصر فجاءت هنا مصر وعرضت نتائج ابحاثها في كلية العلوم في مؤتمر دولي دعت اليه علماء من شتى بقاع الارض ليتعلموا من الاستاذ الدكتورة حافظة القرآن ابنة مصر العالم البرة سميرة موسى متى علمت مصر بوفاة الدكتورة سميرة موسى وكيف قرمتها هسيب كنتم الجاوبة على سؤال ده ازاي عرفنا بخبر مفاجئ بوفاة الدكتورة سميرة موسى متى وكيف كما ورد في الدرس تمام تمام اوي عرف تسمائي وخمسين عندما اعلنت احدى الصحف سكوت سيارتها عندما هوت سيارتها من احدى قمم الجبال وماتت الدكتورة سميرة موسى تمام طيب هل كرمت مصر الدكتورة سميرة موسى ابنتها البرة طبعا كرمت مصر الدكتورة سميرة موسى بان انشأت مدرسة باسمها في قريتها وكسر ثقافة ايضا يحمل اسمها ومنحها الرئيس الراحل محمد انور السادات رحمة الله عليه وسام العلوم والفنون من الطبقة الاولى ايوة احمد عقدة المؤتمر في القاهرة في كلية العلوم جامعة القاهرة روان طبعا ياروان لو الاجابة محتاجة القطعة كلها وهزود عليها كمان اكتب القطعة كلها ما فيش اي مشكلة احنا قلنا ياروان ما نكسلش ياروان طيب في ناس كتير كاتبت هوت سيارتها من كمة الجباد زي داليا مثلا وغيرها احنا السؤال بيقول متى علمت مصر بوفاة الدكتورة سامير اموس في عندي اجابتين اتنين هما لصح عندما اعلنت احدى الصحف المصرية نبقى الوفاة مش صح لانو بقولش كيف ماتت وبقول متى علمت مصر شوفوا التطقيق في رأى في السؤال في قراءة السؤال هيفرق معايا كتير جدا من نص عباد الرحمن قال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ما نوع الاسلوب في قوله تعالى ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق لا يقتلون إلا بالحق الأسلوب هنا أسلوب إيه أسلوب نفي ولا أسلوب استثناء ولا الأسلوبين اللي اتنين مع بعض نفي واستثناء محمد العلاء بالضبط إجابة ممتازة محمد بارك الله فيك طبعا ما لا يدفع عسطس 1952 تمام أسلوب روان لا ما بنقول توقيت بالنفر اللي استثناء بقى هنكبرنا أسلوب لا مازل أسلوب نهي لا طبعا يا مازل أسلوب وبرضو كبرنا على أسلوب التوكيد دي تمام هو أسلوب قصر مؤكد بالنفي والاستثناء يفيد التخصيص والتوكيد تبع عندك وعرفها كويس أسلوب قصر مؤكد بالنفي والاستثناء يفيد التخصيص والتوكيد يفيد التخصيص والتوكيد نهي طيب طبعا وسيلة النفي والاستثناء النفي والاستثناء إلا واضح الجمال في قوله تعالى ويخلط فيه مهانة يخلط فيه مهانة عاوزين بقى الإجابات كاملة دعاء لو كتبنا أسلوب توكيد يعني الإجابة هي صح مش غلط بس بكتب أسلوب توكيد ومؤكد بالنفي والاستثناء هي بقى صح بس هو مش أسلوب توكيد هو أسلوب يفيد التوكيد وأسلوب قصر يفيد التوكيد تمام إن شاء الله داخليني السنة الجاية على حاجة اسمها البلاغة تمام وهتاخدوا الكلام دا في البلاغة بالتفصيل محمد علاء بيقول تعبير دول على شدة عذاب الله يوم القيامة لمن يرتكب ترك الكبائر دي إجابة من ضمن الإجابات يا محمد أنا كنت متأكد إنك تتبقى كده تعبير يوضح ما قبله ويدل على شدة عذاب من يرتكب ممتاز قوي بس منه أنا كرة التحكير برافو يا أحمد محمد بيقول فالمضار يفيد استمرار الاستمرارية النفس مهانة تمام جزاوه مضاع لا لسه يا روان ما رحماش على السؤال بعد ترينت هي نتيجة لما قبله هي نتيجة ولا توضيح لما قبله يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة هو مش نتيجة هو توضيح تمام طيب تعالوا بقى نجيب كلمة كلمة يخلد فعلا مضارع يثير التجدد والاستمرار فيه أسلوب قصر بتقديم التأخير أصل الكلام يخلد مهانا فيه تمام أو ممكن فيه يخلد مهانة المهم إنه أسلوب قصر بقدمه وأخره زي من عيس ومهانا يعني محتقرا زليلا تعبير يدل على شدة الإهانة وشدة العذاب وتعبير يدل على البقاء والخلود والدوام في العذاب الشديد تمام ومهانا ممكن ناكرة للتحقير تمام ما جزاء من يقتل للنفس التي حرم الله إلا بالحق أنت قلت يضاعف له العذاب يزداد له العذاب يوم القيامة ضعفيني تمام ويبقى في جهنم خالدا فيها طبعا إن لم يتم ويعمل عملا صالح طيب سؤال رقم دين ما سمات عباد الرحمن عايز بس أوضح هنا إجابة ممكن أن تزودوها أن القاتل قاتل النفس يأتي يوم القيامة ويعاقب نفسه بمثل ما قتل به نفسه في الدنيا يعني المترد دي اللي هو اللي نط صلع من فوق كبري ونط أو من فوق بيت عالي ونط أو مكان عالي ده يأتي يوم القيامة بيتردى من المكان من مكان زي اللي نط فيه بالظبط يطلع على كمة جبل وينط في قعر جهنم أو اللي بيطل نفسه بحديدة أو بحجر قاعد في جهنم ومعه حديدة بيضرب نفسه بيها أو حجر بيهشم رأسه بيه ويعيده الله إلى الحياة طبعا يعزو بالله يا ربنا عافينا يا رب من سمات عباد الرحمن اللي اهتدال في انفاق المال بدون إصراف أو تبزير طبعا دي أول حاجة والذين إذا انفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوائم من نص فضل العلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما من سلك الله به طريقا إلا الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد وفضل القمر على سائر الكواكب معنى سلك سلك عندي اتنين سلك تمام في سلك من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة هل يقصد سلك الأولى أم سلك التانية من الواضح أنه يقصد سلك الأولى سلك يعني صار 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 بالأولى تمام صار الأولى ولا التانية فيه ناس كتبة الأولى وفيه ناس كتبة التانية مش عارف اللي اللي أخبطها صار الأولى يعني تحولها صار الأولى لها من أخوات كانة يعني تحولها إنما سارة يسير من ماشا ده أنا أتوقعتش أنه ممكن حد يغلط فيها خالص دي طيب يبقى سارة اللي هي التانية مفرد الملائكة مالك وده اسم خازم جهنم واللي عزب الله مالك ده جمعها ملوك وملك جمعها ملائكة جمع سائر سائرون يعني يمشون وده ملاش علاقة هو سائر دي يعني ماشي لا في ناس كتب سائرون سائرون دي لو ماشيين أسائر لا سائر سائر يعني بقية سائر يعني بقية فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وقلنا هنا وإحنا بنشرح الدرس ده لو كان مثلا حد قال لك أو سمعت حد بيتكلم وبقولك أصل النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف أن الأمر ما بينورش أو أن الأمر مش عارف ممكن يكون الأمر بيعكس الضوء أو الكلام ده كله النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمر بينور يبقى الأمر بينور تمام يعني فلتتمزق كل الأبحاث العلمية وكل الاختراعات والاكتشافات إذا كانت ستتعارض مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال الأمر بينور يبقى الأمر يبقى الأمر بينور تمام والدليل على ذلك من الكرآن الكريم أو الأول وكلاء ناسة لما طلعوا ولقوا أن الأمر عبارة عن الأرضية بتاعته رمادية لون الفضة عشان كنا بتاكس الضوء وبيبقى ضوء أبيض شبه الفضة بالزبط والفضة دي لو أنت جبت شوية ورق وولعتهم هتلاقي هينتج عنهم الورق اللي هو الفضة بالزبط تمام لون الفضة ده اللي هو التراب المحروق قال الله عز وجل واجعلنا الليلة والنهار آيتين يعني مبصرتين فمحونا آية الليل يعني أطفقنا القمر يعني الأمر كان بينور وربنا أطفقه لأن لو كان الأمر منور بيطلع نور وضوء وحرارة والشمس كمان بيطلع نور وضوء وحرارة كان يبقى درجة حرارة الأرض مرتفعة جدا لأن الأمر قريب والحاجة التانية كمان إنه يبقى فيه مشكلة كبيرة بأن الدنيا مش هتغي ما تفضل منورة طول الليل وطول النهار فاحنا نعيش إزاي إحنا كده تمام فمحونا آية الليل واجعلنا آية النهار مبصرة جعلنا آية النهار مبصرة يعني بتشوفه بالنهار وبالليل بتبقى ظلمة ليه يا رب قفلت الأمر بعد ما كان بينور لتبتغوا فضلا من ربكم عشان تشتغلوا بالليل واتنووا بالنهار ولتعلموا عدد السنين والحساب عشان تعرف السنين السنة بتبدأ إمتى وبتنتهي إمتى وده فضل من ربنا سبحانه وتعالى إنه أطفأ لنا القمر بعد أن كان منيرا ها تمام كده يا شباب عشان محدش يقول لك أصل النبي ما كانش يقصد أو ما كانش يعرف حاش لله وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ووضح ما ترى من كمال في هذا التعبير طبعا جاوبوا أنتوا بقى دعاء قال التصوير للعالم بالقمر والعابد بالكواكب مما يوحي بأثر العالم وفضله وصور العالم بالقمر وليس بالشمس لأنه يتماثل مع سمات البشر فهو يتغير يعني لو أنت لك كلمة إجابة إجابة نموذجية دعاء هتبقى أليل عليك ما شاء الله عليك إجابة ممتازة طيب محمد علاء بيقول لأنه تعبير دل على طبعا خصص الله له جزاء كبيرا عند الله تحفوه الملائكة بأجنحتها ويستغفر له جميع من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء جابة كويسة برضو تصوير للعالم المضيء وتصوير للعابد بالكواكب بالقمر مضيء قصده يعني بسم الله تعظيما لشأن العلم والولماء ويوحي بعموم نفع تمام تمتاز يبقى فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب شبه العالم بالقمر وشبه العابد بالكوكب تعبير دل على فضل العالم تمام تعبير دل على همية العلم والعلماء تمام والكواكب جاءت جامعة تفد الكثرة والعالم جاءت معرفة فييد التعظيم تمام كلمة فضل دي يعني مزية قوة تنسوها كلمة فضل يعني مزية فضل يعني مزية تمام طيب نخش كده نعمل الكهود ده بعدتلك اللينك يلا عالم اللينك يحمل انك يحمل كده ان الكراءة زاد المعرفة وغذاء الروح او من اللينك يوصل لكم ادخلوا عليها على طول زاد المعرفة وغذاء الروح فعليك بالكراءة يا بني ما استطعت ولا تترك كتابا نافعا بين يديك دون ان تقرأه فان العلم معظمه مدون في صفحاته وكثير من الكتب المفيدة تدعو الى الفضائل فنعمل صديق الكتاب وحبذ صحبة المكتبة ان الكراءة زاد ان الكراءة استواء مؤكد بانه طبعا وانه ده حرف توكيد ونصب الكراءة اسم انه وزاد خبر انه يلا بعد اذنكم لماذا دخلش يدخل على من خلص الفقرة دي وبعد كنا هنكمل ندخل على اللينك نعمل مساق يبقى ان الكراءة زاد قلنا زاد خبر انه تمام ولا تترك كتابا شوف انا بدأت الجملة منين انا مش كتابا انا اقوم جاب لا تترك في فصلة هنا تمام طب ما اقول لك على حاجة حلوة ايه رأيك لو عملنا زي ما عملنا قبل كده ان انت تقسم الفقرة اللي جايلك لجمل صغيرة ان الكراءة زاد في فصلة هنا يبقى اعمل فصل يبقى دي جملة جديدة غزاء الروح جملة جديدة فعليك بالقراءة يا بني ما استطعت استطعت دي فعل يبقى جملة جديدة فصلة يبقى جملة جديدة تطلب طبعا جملة جديدة كتابا نافعا بين يديك دون ان تقرأه تقرأ جملة جديدة لان فعل يبقى دي جملة فعالية فان فصلة جملة جديدة معظمه مدون في صفحاته جملة جديدة وكثير من الكتب المفيدة جملة جديدة تدعو إلى الفضائل جملة جديدة وحبزها جملة جديدة يبقى أنا كده هنا حولت القطعة بتاعتي إلى مجموعة من الجمل وتعامل معها من المنطلق ده اللي هي جملة اللي هي قطعة أو جمل صغيرة منفصلة تمام هنا دلوقتي لو أنا عايز أعرب القطعة كلها هعاربها بمنتهى السهولة أكني كاتب عشر جمل واربعة دي كده وقعد بعرف فيه تمام طيب أنا عايز دلوقتي أعارب كلمة كتابا بدأت الجملة هي ماليش دعو بأي حية تانية تترك أنت كتابا وجاءت مساهلة عليك جيبها منصوبة يبقى مفعول بمنصوب الفتحة نافعا ديات ناعة اللي بعدها بين يديك يديك ديك هتبقى مضاف إليه تمام دون دي ها دون دي ظرف دون ظرف خد بالك منها احنا هتبقى كلمة ايه كتاب فنعم الصديق الكتاب الكتاب هنا لقى عربين اتنين والاتنين الكتب ومبتدأ مرفعه بالضمة وطبعا هي طبعا هنا ايه اه أيوة كده دي مخصوص هتبقى الكتاب مخصوص بالمتح تقريب مبتدأ مرفعه بالضمة وخبر مرفعه وعلامة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو مرفعه بالضمة اخرج من الفكرة السابقة ما قال منادأ وبين نوعه طبعا هنا نمقسم القطعة وما عندي جمل اه زي ما اقولك دلوقتي طلع الجملة اللي فيها منادأ يا بني طبعا بين قوي وبني يا بني مضاف لها الياء اصلها يا ادن واضاف لها يا وجد بصورة التدليل تدليل يظهر العطف والحنو يبقى يا بني تمام واخد بالك ان يا بني دي بني دي بتيجي كتير قوي اي بني تمام طيب سيب اللي في ايدك بركز معاه في الجملة دي ممكن تيجي تقول يا بني اجتهد في عملك ويا هتبقى نفس الكلام بانونياء اجتهدوا في اعمالكم هتبقى الاولى يا بني والتانية يا بني يعني ابنائي تمام مش هتفرق في حاجة يا مستر لان الاتنين بناء ده مضاف اي ومش هتفرق في حاجة بس بناء هتبقى مضاف منصوب بالفتحة انما ابناء هتبقى مضاف بنين بنين هتبقى مضاف منصوب منادى مضاف منصوب بالياب منادى مضاف منصوب بالياب محدش فهم هقولي وانا عيدها لك تاني طيب واعربه انه ده مضاف منصوب بالفتحة ممنوعا من الصرف واعربه ممنوعا من الصرف فين من لقاه ايوا الفضائل واعرابه اسم مجرور بالكسرة ليه بالكسرة عشان فيه الف ولام يبقى عادي ده النوع المعروف اللي هو المعرفة تمام بدلا وبين نوعه على طول كلمة معظمه معظمه تمام معظم لو اتصل بها ضمير تبقى بدل بعض من كل تبقى بدل بعض من كل تمام طب اعربوا بقى ما ان العلم بدل يتبع المبدل منه يبقى اسم ان منصوب الفتحة اسلوبا للمتح وبين اركان نعمة الصديق الكتاب والاسهل حب ذا صحبة الكتاب حب فعل ذا اسم اشارة فاعل والكتاب صحبة هتبقى المخصوص نعمة الصديق الكتاب نعمة فعل الصديق فاعل الكتاب مخصوص بالمتح تمام يبقى تطلع الاسلوب كله وبعد كده تبين الاجزاء بتاعته كلها كل جزء الوحد يالله كله دخل على اللينك نبدأ بسم الله اشتركوا في القناة 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 نعمة 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 كزا قاعد كزا تمام والعنوان كزا يعني بكتب والداعي مين اسم الداعي فوق يعني اسم المدعو اللي انا بدعيه فوق واسم الداعي اللي دعه تحت زي ما بيجي لك في الظرف بالظبط تلاقي في الاخر خالص كده الداعي والد العريس او والد العروسة كده الرسالة زي اللي طر اللي في الانجلش بالظبط تمام صديق العزيز اسمك فوق وتحت اسم صديقك اللي انت تبعت له الرسالة او ابي فلان او اخي فلان او عمي فلان تمام او علماء مصر بكتب رسالة لعلماء مصر تدعوهم لي رفع اسم مصر عاليا خفاقا مثلا او حاجة زي كده تمام علماء مصر تحية طيبة وبعد او بعد او بعد كده انا سعيد اني اكتب اليكم هذه الرسالة مثلا تمام او اتمنى من حضراتكم كذا وكذا وكذا فبتبدأ ان انت تتكلم في الموضوع اللي انت عايز تتكلم فيه ورسالة ممكن تصل الى خمس سطور مفيش فيها مشكلة ممكن الرسالة توصل لي خمس سطور اخر حاجة من التعبير الوصيفي الاعلان اكتب اعلانا عن رحلة ستقوم بها مدرستك الى مدينة الاكسر في النص كده طبعا زي منشوف الاعلانات كتير اعلان تعلم مدرسة نقط او جماعة نقط عن تنظيم رحلة الى مدينة نقط يوم نقط الموافق نقط قيمة الاشتراك نقط اماكن الزيارة نقط التجمع الساعة نقط والعوداء الساعة نقط وما بتكتبش اي بيانات فيها خالص الا لو كان هو جايب لك بيانات ومطلوب منك انك تكتب البيانات دي روان يعني ما تزوديش قوي تمام يعني اكتب المطلوب بالزبط يعني خليك مثلا حاول ان انت تختصر الكلام لان الاطناب الزيادة الكلام الزيادة ممكن يكون فيه مشاكل واوعى تنسى الاستشهادات وعلامات التركيب استشهادات قرآن وحديث وبيت شعر او اتنين او اقل الايمان واحد مشي حاجة واحدة بس اية قرآنية او حديث او بيت شعر ممكن تخرج برا الموضوع اللي انت بتتكلم فيه بتتكلم عن الوطن فممكن من الوطن ده بتتكلم مثلا عن الاخلاق وبتتكلم عن العمل واحترام الموعيد ده كله وعن مثلا الحفاظ على مقدرات والمال العام في الوطن وهكذا يعني ممكن تخرج بالموضوع اللي انت بتتكلم بيه بس ما تخرجش خالص بتخرج مثلا بفكرة او فكرة ونص كده تتكلم عن موضوع تاني جانبي تتكلم كده شباب التعبير يبقى على هيئة فقرات ده المقال هو اللي يبقى على هيئة فقرات يا ده ليه كمان لو في مثلا جملة خلصت ويبدأ الفكرة تانية تابع لعناصر انت كتباها ماشي أنا مسنيم مارسكا مريم ياسين ملك حمدي رحمة مازن وعيسى معيشة وداليا عاطف محمد علاء دعاء يمنى محمد عبدالنبي يارا روايان عمر محمد يحيا نبدأ واللي عاوز يحصننا يبقى يحصننا يلا شباب الله محمد عبدالنبي موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته